موسيقى السادسة في استدوهاتي قناتي عدن الفضائي أهلا بكم ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة أبيان في اجتماعه برأسة المحافظة ظلوا أركن أبو بكر حسين سالم التقارير المتعلقة الخاصة بخطة التعافي لعامي 2022-2023 في القطاعات الخدمية والتنموية واستعرض الاجتماع تقارير مكتب التخطيط وأهمية تنسيق المشترك مع المنظمات الدولية والمانحة بهدف تنفيذ العديد من التدخلات في مختلف القطاعات وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في العلاوة السنوية لموظف جهاز الدولة والتسويات وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمشاريع المشآت المالية في كل من وادي بنا ووادي حسان والمنطقة الوسطى وأحور والارتقاء بالأنشطة السمكية وزيادة برامج التنسيق المشتركة مع المنظمات لتنفيذ مشاريع تساعد على تطوير هذا الانتاج وهذا القطاع الانتاجي اطلع محافظ محافظة شبوى عواض ابن الوزير على سير العمل في القطاع النفطي أربعة الذي تشغله الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وتعرف المحافظ ابن الوزير من مدير القطاع النفطي المهندس ناسر ضيفر وعدد من المعنيين الذين أكدوا على سير آلية عمل القطاع بصورة جيدة ومنتظمة وذلك من خلال ضخ كميات النفط الخام القادمة من حقل العقل النفطي في شبوى ومن الخشعة في حضر موت وصافر في مأرب إلى ميناء النشيمة بمدرية رضون في شبوى على ساحل البحر العربي إضافة إلى أبرز متطلبات الارتقاء بوتيرة العمل وأشهد محافظ محافظة شبوى بجهود طاقم العمل والحماية الأمنية في القطاع النفطي مؤكدا حرس قيادة السلطة المحلية في شبوى على المساهمة بمعالجة أي صعوبات تواجه سير العمل والعاملين في القطاع النفطي الهام والحيوي للوطن وتعزيز الاقتصاد الوطني دشر محافظ محافظة شبوى عوض ابن الوزير العمل بعدد من المشاريع بقطاع التربية والتعليم في شبوى ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين وثمانمائة وستة وثلاثين ألف دولار وأكد المحافظ على أهمية وحيوية هذه المشاريع في المساهمة بالنهوض بالعملية التربوية والتعليمية داعيا المنفذين إلى الالتزام بالمواصفات والتصاميم الفنية وإنجازها بالمواعيد الزمنية المحددة مؤكدا الاهتمام بقطاع التعليم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة له وفقا للإمكانات المتاحة وذلك انطلاقا من أهمية التعليم في حياة الشعوب والأمم وتطورها ورقيها دشنا محافظ محافظة شبوى عوض ابن الوزير ورشة عمل عن رفع مهارات معلمات محو الأمية نظمتها الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتمويل جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية بمشاركة 35 معلمة في مديرية عتق وفي حفل الإفتتاح الورشة أكد المحافظة على أهمية مثل هذه الأنشطة التشاورية في رفع مدارك وخبرات المشاركين للمساهمة في وضع الحلول والمعالجات للمشاكل والمعوقات مشددا على ضرورة الاستفادة المثلى من المعارف والخبرات التي تقدم خلالها ومن ثم العمل على تطبيقها في صعيد الواقع العملي وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل محاربة الأمية في المجتمع مشيرا إلى حرص السلطة المحلية لدعم ورعاية كافة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه زار محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر قيادة محور المحافظة للطلاع على قاهزية الوحدات العسكرية وسير العمل في مقر القيادة الجديد وطلع المحافظ من قائد محور الحديدة لعميد إبراهيم المعصلي على مستوى القاهزية القتالية للمحور والصعوبات التي تواجههم مشيدا بدورهم الوطن في دحر ميليشيا الحوث الإنقلابية وتعرف المحافظ على شعبة الرعاية لشهداء ألوية المقاومة التهامية ودورها في متابعة ملفات الشهداء ورفعها لوزارة الدفاع لضمها إلى شهداء القيش الوطني دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتتضمن الفعاليات أنشطة وفعاليات توعاوية وخطابية وفنية ورياضية تحت شعار وأشهد بجهود الأجهزة الأمنية في ضبطه عددا من المروجين والمتعاطين خلال الفترة الماضية بدوره أشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد ناصر الأعوش إلى أن التدشين سيتضمن لقاء تشاوري لفروع الإدارة بمحافظات الجمهورية لخروج بتوصيات ومقترحات تساعد في تعزيز نشاط مكافحة الظاهرة وأسليب وسائل انتشارها خلال وضع خطط بالتعاون والتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية وألقى مساعد مدير عام مكافحة المخدرات العقيد روكن عاد العياش كلمة تناول خلالها استراتيجية الإدارة في المكافحة من خلال محورين الأول الجهود الأمنية في التحري وضبط المروجين والمتعاطين والثاني من خلال التوعية المجتمعية عبر وسائل الإعلام المختلفة دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد المرحلة الثالثة عشر لمشروع الصرف الحوالات النقدية غير المشروطة في عاصمة المحافظة جنجبار والممولة من البنك الدولي وتنفذها منظمة اليونسيف باشتراكة مع الصندوق الاجتماعي للتيسير وأشاد الحامد بالجهود التي تبذل لتنظيم وتسهيل عملية الصرف للمستفيدين وشددا على تقاوز كل الصعوبات والمعوقات ليتسنى لكل مستفيد الحصول على حوالته النقدية بيسر وسهولة من جهته أكد مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية عماد منصور أن عدد المستفيدين في مديريات محافظة أبيان من مشروع صرف الحوالات النقدية يبلغ ما يزيد عن خمسين ألف مستفيد وبدوره أشار مشرف للتيسير في المحافظة بأنه سوف يتحصل المستفيدين على زيادة تقدر بخمسة وخمسين في المئة لمرة واحدة موضحا أن عملية الصرف ستستمر لمدة ستة وعشرين يوما حضرت تتشين مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في دل منذوق استعرضت لجنة فتح المضارب بمحافظة شبوة برأسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الرب هشلا ناصر العطاءة المقدمة من عدد من المقاولين لتنفيذ مشروع بناء مدرسة ثانوية جديدة للبنات في عتق مركز المحافظة تتكون من أربعة وعشرين فصلا دراسيا مع مرافقها والتي ستمول من السلطة المحلية بالمحافظة بتكلفة أربعمائة وستة وسبعين ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين دولار وبعد استعراض عطاءات تنفيذ المشروع حالت اللجنة تلك العطاءات لتحليلها فنية من قبل اللجنة المختصة بذلك وخلال الاجتماع شدد الأمين العام على ضرورة سرعة التحليل الفني لعطاءات تنفيذ المشروع ولما من شأنه سرعة البدء في إجراءة تنفيذه داعيا الجهة التي سيرسى عليها تنفيذ المشروع إلى الالتزام والتقيذ بالمواصفات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع والعمل على إنكازه بصورة عاجلة دشنا وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش العلي معه وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني توزيع مساعدات غذائية عمانية لستة وعشرين ألف أسر فقيرة في مدريات ساحل حضرموت بكلفة سبعمائة وخمسين ألف دولار وإشهد وكيل أول محافظة حضرموت بتدخلات الأشقاء في سلطنة عمان وحرصهم على تقديم المساعدات الغذائية السنوية والتي تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة وضع وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي ومعه وكيل المحافظة محمد الصنوي حجر الأساس لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الوحدة في مدرية جبل حبشي عزلة بلاد الوافي وذلك بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وعقب وضع حجر الأساس أكد وكيل أول المحافظة على أهمية هذه المشاريع التي تستهدف البنية التحتية وقطاعاتها الخدمية والحيوية وعلى رأسها قطاع التعليم مثمنا جهود البرنامج السعودي وأدواره التنموية والإنسانية ومشددا على حرص قيادة السلطة المحلية تعزيز الشراكة مع البرنامج بما يسهم في إبراز دوره التنموي في هذه المحافظة التي ما زالت تعاني من دمار الحرب وأثار الحصار الذي تفرضه عليها الميليشيات الحوثية بدوره أشار مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي إلى أن تدشين هذا المشروع بالتنسيق مع الحكومة والسلطة المحلية يأتي بعد دراسة الاحتياجات وتحديد الأولويات العاجلة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية فيما أوضح مدير عام مديرية جبل حبشي فارس المليكي على أن المشروع يتكون من 12 فصل دراسي مع الملحقات أقيم بكلية الطب والعلوم الصحية لبرنامج التدريبي لكوادري ومهندسي وزارة الأشغال العامة والطرق الذي دشرته الدكتورة خسانة محمد إسماعيل مدير مركز العلوم والتكنولوجيا بالجامعة بمعية نائب مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية محمد بن محمد اليحية وذلك ضمن مشروع المسكن الملائم لعادة تأهيل 600 منزل للعائلات من ذوي الدخل المحدود في محافظة عدن الذي نضمه مركز العلوم والتكنولوجيا بالجامعة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية ويعادة إعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية الذي يستمر لمدة أسبوعين وقد أوضحت الدكتورة رخسانة أن البرنامج يتكون من مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن تأهيل ورفع قدرات مهدس وكوادر مؤسسة الأشغال العامة والطرقات والمرحلة الثانية تتضمن البحث عن فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من جانبه أفاد نائب مدير البرامج السعودي اليحية أن البرامج سيغطي تدريب مجالات نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة وإدارة المشاريع المتخصصة بالبناء والإنشاءات والمشتريات وحساب كلفة المشاريع بالإضافة إلى دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية فيما أكد الدكتور عيدروس محمد زين مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات بعدن أن البرنامج يؤهل المتدربين للقيام بتأهيل ويعادة ترميم المنازل في محافظة عدن لافتا أن قيمة المنحة المخصصة للقيام بهذا البرنامج تساوي 2.5 مليون دولار مخصصة لعدة مراحل اختتم الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة مأرب البرنامج التدريبي في مجال التخطيط الاستراتيجي لبناء قدرات السلطة المحلية ضمن مشروع بناء قدرات المحليات للاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن الممول من صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر البنك الإسلامي للتنمية واستهدف البرنامج قيادات السلطة المحلية في عاصمة المحافظة وكوادر الهيئات الإدارية والإدارات المختصة في مديريتي مأرب الوادي وحريب وأكد مدير عام مكتب محافظة المحافظة محمد البازلي أهمية البرنامج التدريبي للخروج بخطة استراتيجية للمحافظة تحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والمجالات الإنسانية فيما أوضح منسق الصندوق الاجتماعي للتنمية محمد الجعفري أن البرنامج يأتي ضمن مشروع نوعية تضمن العديد من الدورات في عدد من المجالات إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لتسويق الخطط التي سيتم البدء في إعدادها ضمن ورش العمل النقاشية بحسب البرامج التدريبية بدأت بمدينة موديا بمحافظة أبيان ورشة عمل بعنوان التفاعل المجتمعي لمكافحة المخدرات والتي ينظمها مركز عدن للتوعية بخطر المخدرات بالمنطقة الوسطى أبيان ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ويشارك فيها قيادات ومدراء المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة عبد العزيز أهمية تكاتف الجهود للحد من خطر المخدرات الذي يهدد المجتمع مستعرضا مخاطر المخدرات وأضرارها على المجتمع وطرق الوقاية والحد من خطورة تفشي هذه الآفة بين أوساط المجتمع فيما دعا مدير عامي مديرية موديا من عبدالله إبراهيم الجميع للتفاعل الإيجابي مع نشاط مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات بالمنطقة الوسطى أبيان لينفذ مهامه بشكل فاعل ومن جانبه أشار مدير عامي الإعلام بمحافظة أبيان ياسر باعزا بلا أهمية التوعية بمخاطر المخدرات التي أصبحت خطرا يهدد أمن واستقرار المجتمع مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بكل الطرق والوسائل فيما استعرض رئيس مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات بالمنطقة الوسطى حمزة السعدي أنسطة المركز والبرامج التوعية التي تنفذها في المنطقة نفذ مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبيان مازين اليوسفي سير الاختبارات العملية للفصل الدراسي الثاني بالمعهد التقني الزراعي بجعار واستمع ليوسفي من المهندس مبارك بارعيدة عبد المعهد التقني الزراعي بجعار لشرح المفصلين حول سير العملية الاختبارية وكيفية إحضار مختلف العينات بالمحاصيل الخضار والفاكية كما اطلع مدير عام خنفر ومعه ياسر الحسني مدير مكتب الزراعة والريب خنفر وأبو بكر صالح عمر مدير مركز التدريب والإرشاد الزراعي بأبيان على أقسام المعهد المختلفة والاحتياجات اللازمة لعادة تأهيل عددا من المرافق بينها المكتبة وقسم المكينة الزراعية عقدت بمدينة المكلة القلسة الختامية حول دمج اللجان المجتمعية في حل النزاعات وتشكيل لجان إصلاح ذات البين بمشاركة عدد من قضاء المحاكم والنيابة العامة وممثل إدارة الأمن والشرطة ورئاسة اللجان المجتمعية وفي القلسة أكد نائب رئيس اللجان المجتمعية بمدينة المكلة حسين العكبر أكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز دور اللجان في الأحياء عبر الدورات التدريبية والتمكين المهني وتمويل النشاطات والمشاريع مستعرضا أبرز ما تم تنفيذه بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني فيما تطرق المحام حسين هداف إلى أبرز الصعوبات التي تواجه المنظمات في دعمها للجان المجتمعية مؤكدا بذل الجهود لتنفيذ مشاريع ذات أهمية مشتركة وخرقت القلسة بعدد من التوصيات ومصفوفات عمل لمجموعة من النشاطات التي تهدف إلى مساندة عمل اللجان المجتمعية في حل النزاعات وإصلاح ذات البين خلال الست الأشهر القادمة رشرة السادسة انتهت نلقاكم في نشرات قادمة أنتم الوطن بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر